جميعنا نسمع عن طلاب بيعزفوا بيحبوا الموسيقى وبيعزفوا آلات ممكن العود الطابلة الكامنجا ممكن يتكون جميع الآلات بس أنه نسمع عن طالب في طالب فلسطيني من هون أنه بيصنع آلة الكامنجا هاي عن جد موهبة غريبة بتتمنى كتير يكون في لها دعم وإبداع الله يصبحك بالخير شحادة أهلاً كيف كانت بداية نهارك لليوم؟ الله الحمد لله يعني كمان شحادة أنت بتسكن بالبلد القديمة بيرام الله صحيح هناك هذا المكان اللي ناس اللي كمان ما زارته فيه وبيوت قديمة كتير حلوة وكان وطم إعادة ترميم هاي لبيوت أنت عملت إعادة ترميم لآلات بداخل مركز الكامنجا صحيح بديت تعزف بعدين صرت تترميم لآلات تحكي لنا عن تجربتك أنا عايش أولاً جنب مركز الكامنجا فبدأوا في ترميم المركز في 2005 بعدين أنا ساعتم في الترميم كنت أشتغل في العطلة الصفية المدارس فبعدها حبيت أن أعزف على آلت العود ودخلت على آلت العود أعزفت فيها بعدين كانوا يجوا صانعين آلات من بره يعملوا ترميم للآلات فكنت أتابع معهم أساعدهم فأخترع علي الرمزة بردوان أن أتابع هذا الموضوع بعدين دخلت آلت الكامنجا لأنا حبيت أعرف كيف تنصانع وكيف تنشغل فبدأت في هذه المرحلة يعني أنت حبيت تصلح وتصنع آلت كامنجا ولو مرة حبيت تتعلم كيف تنعزف على كامنجا حسيت في المتعف تصنيحة أكتر من المتعف في عزف فيها يعني كنت متشوق أن أشوف كيف تنصانع كيف تتكون الخشف كيف بطلع صوت جميل من هيك إحنا كمان متشوقين نشوفك أنت وفي المصنع عم تعمل هاي الأمور بالكاميرات الله صبحكم بالخير زارت شحادة خلينا نشوفهم أبو عدو راجين مه ترجمة نانسي قنقر شكرا يعني الله يشحاده شكرا يعني فعلا بصنع يعني هيك هلاصنا عم نحكي وإحنا شايفينك عم تعمل تحكي لنا كيف بدايت وقدي كان صعب أول بداية كان صعب كتير من ناحية اللغة كنت محكيش إنجليزي مثلا كتير أه أنت سفرت على إيطاليا على إيطاليا أول شيء بدك تتعلم كيف الواحد بقدر يصنع بقدر يصنع الألات لأن هناك بلد الصناعة هي بداية صناعة الكمانجا بدأت في إيطاليا في مدينة سمى كريمونا فكانت أول مشكلة كانت واجهني اللغة لأن كتير لازم لما تحكي مع صانع أو للبروفيسور تاعق لازم تحكي وتفهمها ما كانوا يحكي إنجليزي كمان كتير مني كان الإيطاليين معظمهم ما بيحكي إنجليزي كتير مني فهذه مشكلة واجهتني ثانية شغلة واجهتني هون أنه مش كل شيء متوفر عنهم مثلا الخشب شغلات العدة بس رجعت هون أه بس رجعت هون وفي بداية الشغلة هاي ما كان كل شيء متوفره كنا لما بدنا نجيب شغلة نجيبها مبارا إيش المواد اللي بتستخدمها في صناعة الكامانجا الخشب نوعه اللدهان مثلا كيف حتى نفسها هل هي بيكون في إلها إطار أو أنت بترسم الرسم بتطلعه الفرس مثلا طبعا الكامانجا يعني العادة تبعتها إجمالا نكليا هل بتكون هي في قوالب أو أنت بترسمها رسم وتحكينا أكثر عن نوع الخشب والدهان اللي بتستخدمه أول شيء كمانجا بتتكون من خشب القيقاب اللي طبعا بجوز متوفر في بلادنا بس مما توقعش في كميات كبيرة هو أكتر شيء متوفر في كندا في بلاد اللي هي برد يجي كثير فيها أمريكا إيطاليا بتيجي فيها والخشب الوجه بيجي بيجي خشب السيبروس بنحكي لها طبعا انت هاي انت عملتها آه شغلها كمان يعني والخشب الأسود هذا بيجي من إفريقيا داما الأبانوز بنحكي لها آه شغل بعدين لما يجي الخشب بيجي مثلا خشب مثلا بقصة بعملها برسم شكل كمانجا بعدين ببرش أكوم فيها يعني رسم يدوي رسم يدوي بعدين بيصير شغل حف وحفر على الإيد وأحجام مختلفة في أحجام صغيرة وفي أحجام كبيرة في أحجام صغيرة وكبيرة في تشيلو في دابل بيس يعني مش بس كمانجا أنت عم بتروح لأخوات الكمانجا الكبرى خلينا نحكي لك اللو عائلة كمانجا اللي فيولا تشيلو الكنتر باس العائلة تاعتلك كمانجا وأيضا كمان الحفر أو البرد نفس الأكيد الخشب مابوصلك هيك يعني أظن أنه بيكون في بدو شوية تبرد لحتى يكون في مسلا بنعومة أو يعطي الإنحناء اللي بنشوفه على الكمانجا يعني شحدي خلينا نشوفها هيك تورجيناك إيما أنت تشرح لنا كيف عليها يعني فوق هاي الديل تاعها كمان هادي بيحكو لها سكرول اللي حلزونة بعش كي بنحكي لها في العربي عادين هذول المفاتيح بيجي هذول اللي بتدوزن منها الكمانجا طبعا هاد من خشب القيقة بنصناه وهذا من خشب الأبانوز بنحكي له في العربي اللي هو خشب أسود هاد بيجي من إفريقيا والفنجر بودل اللي بنحكي له مضرب الأصابع بيجي كمان خشب أسود لأبانوز بعدين الوجه بيجي بنحكي له خشب سبروس اللي هو السنوبر هيك شيء بس بيجي طبعا في مزة اللي عنا في بلادنا عنا في بلادنا بيكون مش نوعية مش كتير لان عنا كتير حامل لانت في بلادهم كتير برد فبيجي أحسن الخشب هلا أنت بتصلح وبتبيع أو فقط أنك بتصلح وتصمع لإلك؟ بصمع وببيع كمان وأكتر الشغلي اللي بصلح لان بصلح للمركز في طلاب كتير في المركز هلا كندي أسألك يا أنه عملي أنت صنعت أشياء والمركز استفاد منها وصار في طلاب عم بيعزفوا عليها لا الألات اللي بصمعهم بروحوش للطلاب بروحو اللي عازفين مشهوري مثلا والعازفين محترفين أما الألات اللي مثلا اللي بصلح همويك بيجي بروح للمركز هذا مثلا بيجي دعوا من برا ألات فأنا بكونوا مش في بكونوا حالة جيدة أصليحهم بعوضهم في حالة جيدة بيستخدموا الطلاب الله الله يعني أنا فعلا كتير عجب للموضوع ما حبيت تكمل الفكرة تروح للعود للوزوق للألات الوطرية التانية أنا حبيت تخصص في شغلة واحدة مثلا العود فينا في بلادنا هاي شغلة بس كمانجا مش توفر كتير في بلادنا عشان هيك كنت حابة أنا أشغل على كمانجا أحاول أطور إشي فيها وغيك عمل إشي فيها في المستخبل كيف بتشوف إقبال الناس لعصف الكمانجا هون أو لشراء الكمانجا منك؟ ولا أنا في البلد مثلا ما في ناس بيفهم فيهم كثير ما مثلا تروح تحكي لو أحد مثلا هاي الكمانجا شغل يده بيفرقاش بينه وبين الصينة شغل يده وشغل هو كمان أكيد دايما الواحد بس يصنع الإشي بيقدر قيمته بشكل كتير كبير يعني إنه مثلا لو بدي أشتري كمان بفضل إنه ممكن ما يفرقش عليه بس الواحد بس هو يعمل الإشي يعني بتخيل كمان الناس بتقدر إذا هذا مصنوع بيدين شخص فلسطينية كمان صحيح بالتأكيد الإشي الغريف في الموضوع تطلع قديش وحاب فكرة تصنيع الكمانجا وبذات لوقت ما بحب يعزف عليها ومش حاب فكرة تصنيع العود وبيعزف على العود يعني مفارقة هذي غريبة ولن أنا حسيتها بس حملها وكأنه حدا بيحمل طفل صغير يعني داير باله عليها ودائما لما خلصها دائما بتكون زي الطفل الصغير في الموضوع جديد إشحادة عم بتحاول كمان تدرب ناس من يعني كمان إنه يكتسبوا هاي المهارة زيك يعني أنت كمان كان في فرصة إنه أنت سفرت ع إيطاليا وبريطانيا وتعلمت من البلاد اللي تشتهر بمثل هاي الألات بصناعتها عم بتحاول وبالكمانجاتي عم بتفكروا كمان الدرب وجيل جديد؟ رح يصير هذا الشغل بس مش هسا لفترة معينا رح يصير نصير ندرس الطلاب كمان الصناعة الصناعة الكمانجة والترميم هاي الشغلات طبعا والقوس طبعا الكمانجة هدا انت كمان بتقوم بصنعه؟ لا القوس هدا لازم يكون شغل مخصص اللي يقول القوس بس أنا بقدر غير الشعر طبعا هذا الشعر بكون من شعر الخيل اها يعني انت ما بتصنعه يعني كل كمانجة بتصنعها بتوصي مثلا نحكي على قوس جاي من برا او كيف بتكمل الكمانجة؟ صحي انا حاليا قاعد بدرس كيف اصنع الأخواص يعني في واحدة من المقابلات اللي صارت لأرجيت معك شحادة من قبل انت قولت انه في ناس بيحكوا عني نجار بس انا مش نجار انا صانع على تحكي لنا عن هاي كمان تاكس نظرة الناس حكي لنا عن هاي القصة كان في الحارة يجيوا عندي مثلا يجيبولي جرار ولا يجيبولي كمسا والأصل حلم اياه بس يعني احكي له من انا مش نجار يعني في نجارين كتير يعني اش حادة؟ انه عنا في البلد بفكرة واحد بيستخدم خشب معناه نجار هاي بس انت صانع الات وكمان كمانجة يعني صانع الكمانجة هدا فن وزوق بده موهبة نتمنى لك التوفيق احنا كمان كنا ساعدين ويعني انت قلت انه بيبي ضلك خلف اذا هيك يعني الكمانجات شكرا كتير عوجودك معنا اليوم نتمنى لك اكيد توفق وتكمل بأخوات الكمانجة والعود وبشرة انت الحاب توصل لها وتحقق حالك يعني اكتر مشكر وجودك معنا اليوم مش حادش وللدي شكرا للك شكرا للك وهيك احنا نكون وصلنا لهناية وختام برنامجنا لليوم نتمنى كمان مشاهدينا تكون عطلتكم ونهاية الاسبوع جميلة نلتقي فيكم اكيد يوم السبت بنفس موعدنا ساعة تسعة نتمنى لكم اسبوع جميل اكيد الله يصبحكم بالخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر